السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كوبشي جانا انها هبدأ هنعمل مع بعض بلوزة جديدة بشكل جديد وفي نفس الوقت سهلة في التنفيذ هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبك الخيوط المستخدمة انا هستخدم اليس كوتون جولد انت كمان فيك تستخدمي اي خيوط انت حبها هستخدم معي برقم اربعة يلا بنا نبدأ بس قبل ما نبدأ يريد تدعمينا بلايك وشيف ولو جيد دا معنا تشترك في القناة وتفعيل الجرس عشي نوصل لكل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها وقت البداية بعد كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمس كما السلاسل وعلى اول سلسلة هدخل واسحب الخيط وهخرج بمنزلقة كده انا قفلت الدايرة واحد اثنين تلاتة سلسلة وده هعطبه اول عمود معي في الدور الاول لفع الابة من داخل الدايرة هشتجل العمود التاني لفع الابة من داخل الدايرة هشتجل العمود التالت كده بالارتفاع اشتجلت تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس الفراغ بتاع الدايرة وباخد خط البداية معي عشان اسبته باشتجل اول عمود تاني عمود العمود التالت واحد اثنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس الفراغ باشتجل العمود الاول والتاني والتالت واحد اثنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس الفراغ باخد تلاتة عمود العمود الاول التاني التالت اشتجلت واحد اثنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس الفراغ باشتجلت تلاتة عمود الاول العمود التاني العمود التالت وكده انا اشتجلت واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة خمس مجموعات كل مجموعة من تلاتة عمود ما بين كل مجموعة والتانية تلات سلاسل تلات سلاسل عندي هنا سلاسل الابتفاع هفوتها وهذهبوح اول عمود بعد سلاسل الابتفاع واقفل بمنزلقة بعد كده العمود اللي بعضه هياخد منزلقة من داخل الفراغ بالسبباء على السلاسل هنا؟ هاخد من زلقة وكده الدورب الاول خللس واحد اثنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس الفراغ باشتجلت لعمود الثاني والثالت واحد اثنين تلاتة سلسلة لفع الابة من نفس الفراغ بشتجلت ثلاثة عمود العمود الاول والثاني والثالث وكده من أول فراج اشتجل تصدف ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة هل فعل إبقى على الفراج الثاني وهي اشتجل تصدف اللي هي بتتكون من ثلاثة عمود العمود الأول الثاني الثالث ثلاثة سلاسل ثلاثة عمود العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث وكده اشتجل تفتاني فراج صدف واحد اثنين ثلاثة سلسلة لفعل إبقى على الفراج رقم ثلاثة اشتجل تصدف ثلاثة سلاسل وصدفة ثلاثة سلاسل وصدفة هيصبحان دي في الدور خمس سلاسلات ما بين كل صدفة والتانية ثلاثة سلاسل هخلص الدور التاني ونرجع في بداية الدور الثالث أنا كده اشتجلت آخر سدفة بعد كده ثلاثة سلاسل وهقفل الدور التاني بعد ثلاثة سلاسل الافتفاع واحد اثنين ثلاثة العمود اللي بعدهم على طول بأخذ منزل وكده أنا قفلت الدور الثاني بعد كده منزل لك في العمود الأخير بتاع السدفة منزل لك من داخل الفراغ بتاع السدفة واحد اثنين ثلاثة سلسلة وده هعطبه أول عمود معي في الدور الثالث لفع الابا من نفس الفراغ بأخذ العمود الثاني والعمود التالت واحد اثنين ثلاثة سلسلة من نفس الفراغ بأخذ ثلاثة عمود العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث واحد اثنين ثلاثة سلسلة لفع الابا عندي هنا فراغ من ثلث سلاسل بين الصدفة والصدفة هشتغل في الفراغ عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة لفعل ابا على الفرق بتاع الصدفة هشترى الصدفة اللي هي تلاتة عمود تلاتة سلسلة في نفس المكان تلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت وهي دي الجزئين اللي هتتقوم معنا في الدور التالت صدفة تلات سلاسل عمود تلاتة سلسلة صدفة كان عندي في الدور التاني فراغ واحد بين الصدفة والصدفة لقيت بين الصدفة والصدفة في فراغين هنكرر تاني واحد اتنين تلاتة سلسلة لفعل ابا وعالفراج بتاع التلاتة سلسلة بياخد عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة لفعل ابا وعالصدفها اشترى الصدفة اللي هي تلاتة عمود تلاتة سلسلة في نفس المكان تلاتة عمود بالشكل ده وهنكمل تلاتة سلسلة عمود في الفراغ بتاع التلاتة سلسلة تلاتة سلسلة وصدفة وصدفة يبقى احنا دايما هنكرر خمس صدفات دولت معنا هيستمروا معنا لنهاية الشغل هخلص الدور الثالث ونفجع في الدور الرابعة انا كده اقفل الدور الثالث اشتغلت عمود بعدية ثلاث سلاسل هاجي هنا سلاسل الارتفاع هفوتها سأقفل بمنزلقة كده انا اقفلت الدور الثالث هاخد منزلقة من العمود اللي بعده ومنزلقة من داخل الفراغ بتاع السدفة هابتفاع واحد اثنين ثلاثة سلسلة وده هعطبه اول عمود معي في الدور الرابعة لفع الابعة من نفس الفراغ باخد العمود الثاني والعمود الثالث واحد اثنين ثلاثة سلسلة لفع الابعة من نفس الفراغ باشتغلت ثلاثة عمود العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث وكده اشتغلت في اول فراغ للصدفة صدفة واحد اثنين ثلاثة سلسلة لفع الابعة عندي هنا فراغين بين الصدفة والصدفة الفراغ الاول هاشتغل عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة لفع الابعة لفراغ التاني هاشتغل عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة لفع الابعة على الصدفة هاشتغل صدفة اللي هي ثلاثة عمود العمود الاول والثاني والثالث واحد اثنين ثلاثة سلسلة من نفس المكان ثلاثة عمود العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث اصبحان دي ثلاثة فراغات بين الصدفة والصدفة يبقى كل دور بنزيد فراغ بين الصدفة والصدفة بالشكل دا وهي دي الجزئة اللي هتتكرر معاني واحد اثنين ثلاثة سلسلة لفع الابعة على الفراغ الاول باخد عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة على الفراغ التاني هاشتغل عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة على الصدفة باشتغل صدفة ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود بالشكل دا ثلاثة سلسلة على الصدفة يبقى احنا النمط بتاعنا كل دور بنشتغل خمس الصدفات سبتيت اللي بتجاير عدد الفراغات اللي بين الصدفة والصدفة الدور الخامس هتلاقي عندنا اربع فراغات السادس خمس فراغات هوصل بعدد معين من الادوار ونفجع تاني أنا كده وصلتهم لحد 8 أدوار عندنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 يبقى اشتغلنا الوحدة ديت من 8 أدوار وقفلت بمنزلكة 8 أدوار في الوحدة معناه أن الجاكت هيكون مقاسه X لارج لأن عدد أدوار الوحدة النهار ده هو اللي بيحدد لنا المقاس دلوقتي هنشوف باقي المقاسات هنا المقاسات اللي هنشتغل بيها الوحدة لأن الوحدة هي اللي بتحدد معنا مقاس الجاكت الجاكت اللي مقاسه أسمول هنشتغل الوحدة 5 أدوار بس medium هنشتغل 6 أدوار large 7 أدوار المقاس اللي احنا شغالين فيه اللي هو X large 8 أدوار XX large 9 أدوار دي عدد أدوار الوحدة اللي هتحدد مقاس الجاكت دلوقتي بقى هنشوف ازاي هنشبك الوحدة التانية باخد سلسلة وبقص الخيط بقى عندي كم فرغ بين الصدفة وصدفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة عندي سبع فرغات بين الصدفة والصدفة دلوقتي هنشوف ازاي هنشبك الوحدات الوحدة خماسية يعني مش مربعة شايفة هنشبك هنا وهنا والواحدة التالتة هنشبكها هنا وهنا ديئة هنسيبها كده مستقيمة زي ما هي بالشكل ده يبقى هنشبك هنا وهنا 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 دلوقتي هنشبك هنا وهنا الواحدة التانية وبعد كده هنشبك الواحدة التالتة مع بعض انا اشتغلت الواحدة التانية بنفس الطريقة وسلمت للدور التامن اشتغلت الصدفة واحدة والفراجات اللي ما بينهم بعد كده هبدأ الصدفة الثانية لفع القبة من فراج الصدفة بشتغل اول عمود وتاني عمود وتالت عمود المفروض بشتغل تلت سلاسل هاخد سلسلة واحدة بالشكل ده شايفة الصدفة اللي هشبك فيها من على ضهر الشغل بالشكل ده بدخل وباخد حشو ودي بدل السلسلة بقم اتنين بعد كده السلسلة بقم تلاتة وبرجع للصدفة بتاعتي تاني لفع القبة وباشتغل اول عمود بالتاني والتالت كده انا اشتغلت الصدفة وفي نفس الوقت شبكتهم مع بعض بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القبة على اول فراج باخد عمود بشيلي القبة بالشكل ده العمدان بقى بشبكها من على الوش يبقى الصدفة الوحيدة اللي بشبكها من الضهر هنا العمود الاول بعد الصدفة بتخل تحت الحلقتين وبسحب الحلقة بتاعت العمود بتاعتي بالشكل ده بعد كده باشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القبة وعالفراج التاني باشتغل العمود بسحب القبة بالشكل ده بروح العمود اللي عليه الدور اه التاني احنا شبكنا في الاول التاني تحت الحلقتين وبسحب الحلقة بتاعتي كده شبكت العمود التاني واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القبة وعالفراج التالت باخد عمود برجع تاني اسحب القبة هنا العمود التالت بدخل تحت الحلقتين وبسحب الحلقة بتاعتي واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القبة الفراج اللي عليه الدور باخد عمود بسحب الخيط بالشكل ده بروح بقى في الواحدة اللي بشبك فيها العمود برجع بدخل تحت الحلقتين وبسحب الحلقة بتاعتي بعد كده باشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القبة الفراج اللي بعده باشتغل عمود بشيل القبة بروح الواحدة اللي بشبك فيها العمود اللي عليه الدور وبسحب الخيط واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القبة الفراج اللي عليه الدور باشتغل عمود بسحب القبة بالشكل ده بروح العمود اللي عليه الدور تحت الحلقتين وبسحب الخيط وباشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القبة وعلى الصدفة هاشتغل الصدفة اللي هي عبارة عن تلاتة عمود العمود الاول والتاني والتالت سلسلة واحدة وهاجم من على ضحب الشغل في الصدفة اللي هاشبك فيها بادخل وبسحب الخيط وباخد حشو ودي تبدل السلسلة التانية السلسلة التالتة بعد كده بابجع للصدفة بتاعتي وبكمل الصدفة بتاعتي ثلاثة عمود نشوف اماكن التشبك باقت عندي بالشكل الأعام هكمل بقى الواحدة بتاعتي عادي اخلص تلات سلاسل وعمود تلاتة سلسلة وعمود لحد ما خلص الواحدة بتاعتي هقفل الواحدة فاول فاول عمود بعد الابتفاع واني بقى تاني عشو نشوف تشبيك الواحدة التالتة شايف ها انا كملت تقفل الواحدة بالشكل ده بعد ما شبكناها دلوقت هنشبك الواحدة التانية احنا اتفقنا ان نحنا هنشبك واحدة هنا وواحدة هنا شايف ها علامة الفي ديت الفي اللي فوق بس اللي هنسيبها مفتوحة كده لكن الفي اللي في الجنب ديت شبكنا فيها هنروح الفي اللي في الجنب ها شايفها علامة الفي هنشبك هنا من الصدفة للصدفة ودي هتبقى الواحدة التالتة انا اشتغلت الواحدة التالتة وبدأت الدور التامن باول صدفة بعد كده الفراجات اللي بعد صدفة الصدفة التانية اشتغلت تلاتة عمود بعد كده المفروض بعمل تلات سلاسل باخد سلسلة واحدة شايف ها دي الصدفة اللي هشبك فيها احنا قلنا الفي دي اه من على ضهر الشغل الصدفة الوحيدة اللي بشبكها من على ضهر الشغل بسحب الخيط وباخد حشو ودي بدل السلسلة رقم اتنين كده السلسلة رقم تلاتة بابجع للصدفة بتاعت تاني وبكملها العمود الاول التاني التالت بعد كده 1 اثنين 3 سلسلة الحفن عبادة الفراغ اللي بعد استضفة باخد عمود وبسحب الخيط من العمود بشكل ده هنا بعد استضفة اللي شبكناها العمود اللي بعدها على طول بدخل تحتي الحلقتين بروح للحلقة بتاتي الخيط بتاعتي بسحبها منه وباشتغل 1 اثنين 3 سلسلة الحفن عبادة الفراغ اللي بعدdalات كده باشتغل عمود زي ما عملنا في التشبيك الواحدة الاول بسحب الخيط بعد كده بروح العمود التاني اهو تحت الحلقتين وبسحب الخيط كده ببدأ اشبك واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابا فواج اللي بعد كده باشترع العمود بسحب الخيط بالشكل ده بشيل الابا بروح العمود التالت اللي عليه الدور في التشبيك بدخل من على وش الشر تحت الحلقتين بعد كده بسحب الخيط باشتغل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة لفع الابا الفراغ اللي بعد كده باشتغل العمود بوسع الخيط بالشكل ده وبسحب الابا بروح العمود اللي عليه الدور في التشبيك بدخل من على وش الشر وبسحب الحلقة بتاعتي واحد اتنين تلاتة سلسل لفع الابا فراغ اللي بعد كده وبياخد عمود بشيل الابا بالشكل ده بروح العمود اللي عليه الدور في التشبيك بدخل فيه تحت الحلقتين من على وش الشر وبسحب الحلقة بتاعتي ابدأتين واحد اتنين تلاتة سلسل لفع الابا الفراغ الأخير باخد عمود وبسحب الابا بروح هنا لعمود الأخير قبل الصدفة تحت الحلقتين وبسحب الخيط وبشتغل واحد اتنين تلاتة سلسل لفع الابا وعلى الصدفة هشتغل تلاتة عمود العمود الأول الثاني الثالث سلسلة واحدة من على ضهر الشو اللي بقى الصدفة الوحيدة اللي باخدها من على ضهر الشو من على ضهر الشو اللي في الصدفة كده بسحب الخيط وبياخد حش ودي بدل السلسلة الثانية كده السلسلة الثالثة لفع الابا ابجع للصدفة بتاعتي واكملها بتلاتة عمود بالشكل ده كده شبكنا الواحدة الثالثة بنفس الطريقة هنبدأ بقى نقفل الواحدة عادي بقى خالص واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى اول فرق بعد الصدفة باخد عمود تلاتة سلسلة وعمود خلص بقى الواحدة عادي خالص كأنها لوحدة طب نشوف اماكن التشبيك اللي احنا عملناها احنا شبكنا في حرف الفيديو عشان ما تدهيش ها سبنا الحتة المستقيمة ديت من فوق بالشكل ده وشبكنا الواحدة التانية النحية دي في الضلع ده يبقى في الضلع ده وفي الضلع ده اللي فوق لا هيتبقى عندي ضلعين لان هي خمسية شايفان هزلقها ضلعين هخلص الواحدة التالتة ونابقى عشان نشوف هنشبك الواحدة بابعة زي ده الشكل بعد ما شبكنا التلاتة وحدات دلوقت هنشبك في الجهة ديات ودي الكتعة بابعة هنشبكها من هنا ومن هنا هنشوف دلوقتي هنشبكها ازاي يبقى اللي احنا هنشبكها هتتشبك في الواحدتين دول الصدفة دي والصدفتين بتوع الوسط والصدفة دي التلات صدفات دول هنشبك فيهم دلوقتي الواحدة بابعة هنشوف دلوقتي ما بعض انا كده اشتغلت الواحدة بابعة اشتغلت سبع ادوار ابتديت الدور الثامن باول صدفة اشتغلت فيها تلاتة عمود بس من اول الصدفة الاولى في الدور الثامن هنبدأ نشبك في الصدفة دي احنا قلنا هنشبك هنا وهنا وهنا يبقى هنبتدي هنا باول صدفة هنا اشتغلت تلاتة عمود هنشوف مع بعض دلوقتي بعد التلاتة عمود باشتغل سلسلة المفروض اشتغل تلات سلاسل باشتغل سلسلة واحدة بابرح هنا الصدفة من على ضهب الشر بادخل الفار بتاع صدفة اصحاب الخيط واخد حشو كده بدل السلسلة التانية بعد كده باخد السلسلة التالت لفها الابا بابجع للصدفة بتاعتي اكملها بتلاتة عمود العمود الاول التاني التالت وكده انا كملت الصدفة وشبكتها في نفس الوقت بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفها الابا على اول فراج على طول بعد الصدفة باخد عمود بعد كده باسحب الابا من الخيط بالشكل ده شايفها اللي باشبك فيها بروح العمود اللي بعد الصدفة تحت الحلقتين بدخل من على وش الشر بروح الحلقة اسحبها منه بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة اللي بفها الابا الفراج اللي بعده باخد عمود باسحب الابا بروح هنا في القطع اللي باشبك فيها العمود اللي علي الدور بتخل تحت الحلقتين وباسحب الحلقة بتاعتي كده شبكت العمود قدام العمود واحد اتنين تلاتة سلسلة اللي بفها الابا الفراج اللي علي الدور باشتغى العمود باسحب الابا بروح العمود اللي علي الدور بدخل تحت الحلقتين وباسحب الخيط واحد اتنين تلاتة سلسلة اللي بفها الابا الفراج اللي علي الدور باخد عمود باسحب الابا بروح العمود اللي علي الدور ها وبسحب الخيط واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القبرة الفراج اللي عليه الدور بأخد عمود بعد كده بسحب القبرة من الخيط بروح العمود في القطعة اللي بشبك فيها العمود اللي عليه الدور بأدخل تحت الحلقتين من على وش الشغل بالشكل ده وبسحب الخيط واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القبرة على الفراج الأخير بأخذ عمود بأسحب الخيط بأسحب الإبرة من الخيط بروح لعمود اللي عليه الدور وبأسحب الخيط بتاعي واحد اتنين تلاتة سلسلة لفها على الإبرة وعاستطفها اشتغل تلاتة عمود التلاتة عمود بتورستطفها ما بشبكش فيهم بشبك في السلاسل العمود الثاني العمود الثالث بعد كده سلسلة واحدة شايفها هنا الصدفتين مسكين في بعض الجبزة بتاعت الحشو اللي مسكة الصدفة دي والصدفة دي هي دي اللي هدخل فيها من على الضهر من على الضهر الشغل بدخل في الحشو بالشكل ده وبأسحب الخيط وبأخذ حشو دي بدل السلسلة التاني بعد كده السلسلة رقم ثلاثة لفها على الإبرة وبأبقى على الصدفة بأكمل الصدفة العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث واحد اثنين تلاتة سلسلة لفها لبع الفراغ اللي بعد كده على طول بعد الصدفة بأخذ عمود وبأسحب الخيط تاني وباليف الشغل عشان أبدأ أشبك في الجانب ده شايفها العمود اللي بعد الصدفة الصدفة اللي شبكنا فيها العمود ده تحت الحلقتين كده من على وش الشغل بابروح واسحب الحلقة بتاعتي واحد اثنين تلاتة سلسلة وعالفراغ بأخذ عمود باسحب الإبرة بروح للعمود اللي عليه الدور بدخل من على وش الشغل وباسحب الخيط واحد اثنين تلاتة سلسلة لفها على الإبرة الفراغ اللي بعده بأخذ عمود باسحب الإبرة بروح هنا لعمود اللي عليه الدور وباسحب الخيط واحد اثنين تلاتة سلسلة وعالفراغ بأخذ عمود باسحب الإبرة من الخيط وبروح العمود اللي عليه الدور بدخل تحت الحلقتين بعد كده باسحب الحلقة بتاعتي كده بشبيكم مع بعض واحد اثنين تلاتة سلسلة الفرار اللي بعد كده باخد عمود بسحب الابرة من الخيط بروح لعمود اللي على الدور بدخل تحت الحلقتين بعد كده بسحب الخيط واحد اتنين تلاتة سلسلة واخر فرار باخد فيه عمود بعد كده بسحب الخيط بروح العمود اللي على الدور بدخل تحت الحلقتين وبسحب حلقة الخيط بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرابة على الصدفة هاشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة المفروض اعمل تلات سلاسل بعمل سلسلة واحدة اروح الصدفة من على يضحب الشغل بادخل بالشكل ده في الفروج بتاع الصدفة وباسحب الخيط وباخد حشو وسلسلة كده اشتغلت تلاتة سلاسل سلسلة حشو وسلسلة كأنه عملت تلاتة سلاسل لفع الابراب وبرجع للصدفة اكملها بتلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابراب وعمود هاشتغل بقى الوحدة بتاعتها عادي لحد ما اقفلها بنفس النمط اللي بنقفل به تلاتة سلاسل وعمود لحد ما اوصل للصدفة باشتغل للصدفة يعني التأفيل هيبقى عادي اهم حاجة ان احنا عرفنا ازاي بنشبك اها هنشوفها دلوقتي اماجن التشبيك شايفة من هنا ومن هنا ومن هنا شايفة مش باينة خالص الشغل مش باين خالص ان كان فيه تشبيك اصلا هنا هخلص الوحدة بتاعتي واقفل واقفل هنا بفوت التلات سلاسل وبروح اول عمود بعد التلات سلاسل ونبقى عشان نشبك اخر قطعة معانا ده الشكل بقدم نشبكنا القطعة اللي تحت وكمان قفلنا الشغل بتاعها بالشكل ده يبقى التلات وحدات اللي شبكناهم في الاول بعد كده الوحدة بابا اللي شبكناها في الجهة دي والجهة دي بالشكل ده دلوقتي هنشبك اخر قطعة في المكان ده يبقى الوحدة الخمسة هنشبكها في الوحدة الرابعة بس في الجانب ده هنشوف دلوقتي مع بعض انا كده اشتغلت الوحدة الخمسة سبع اضوار والدهب التامن اشتغلت اول صدفة وثاني صدفة ثلاثة عمود بس عشان اشبك منها بعد كده باخد سلسلة واحدة المفروض ااخد ثلاثة شايفة احنا قلنا هنشبك هنا وهنا هبدأ من هنا من ظهر الشر اللي بدخل في الفرق بتاع الصدفة وباسحب الخيط وباخد حشو ودي بدل سلسلة رقم اتنين بعد كده السلسلة رقم ثلاثة وبرجع تاني للفرق بتاع الصدفة اكمل الصدفة بتلاتة عمود واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى الفرق اللي بعد الصدفة باشتغل اول عمود بسحب الخيط بشه بسحب الابرة بالشكل ده بروح هنا بعد الصدفة اول عمود بعد الصدفة تحت الحلقتين بدخل من على وش الشغل وبسحب الخيط واحد اتنين تلاتة سلسلة اللي رفع الابرة وعلى تاني فرق باشتغل عمود بوسع الخيط بالشكل ده وبسحب الابرة انا شبكت في العمود ده بروحي العمود اللي بعده تحت الحلقتين بالشكل ده واسحب الخيط واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة على الفرق اللي بعده باشتغل عمود بسحب الخيط بالشكل ده بعد كده بروحي العمود اللي على الدور وبسحب الخيط واحد اتنين تلاتة سلسلة فرق اللي على الدور باخد عمود بسحب الابرة بعد كده بروحي العمود اللي على الدور بادخل تحت الحلقتين واسحب الحلقة بتاتي منها واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة فرق اللي على الدور باخد عمود بسحب الابرة بالشكل ده بروحي الهنا في العمود الأخير بسحب الخيط كده شبكت كل العمدان في بعضها بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة مع الصدفة هشتغل اول عمود والتاني والتالت واحد سلسلة لفع الابرة من على ضهر الشر في الفرار بتاع السلسلة باسحب الخيط وباخد حشو ودي بدل السلسلة رقم اتنين السلسلة رقم ثلاثة وابجي على السلسلة تاني واشتغل ثلاثة عمود عشان اقفل السلسلة واحد اتنين ثلاثة كده انا شبكت الوحدة الخمسة هبدأ بقى اشتغل الوحدة عادي واحد اتنين ثلاثة سلسلة وعلى الفرار باشتغل عمود ثلاث سلاسل وعمود ثلاث سلاسل وعمود لحد ما اوصل للصدفة هشتغل الصدفة هنشوف شكل التشبيج باللوقتي ده التشبيج بتاع الوحدة الخمسة هكمل شغل الوحدة الخمسة ونبجي عشان نشوف هنكمل ازاي انا كده شبكت الوحدة الخمسة زي ما قلتلك في الجانب ده كده هنشوف بقى مع بعض كده المفروض القدع كلهم اتركبوا هنشوف مع بعض عشان لو انت بتتبع معي تبقي مركزة ومش متلاربطة احنا في الاول شبكنا التلات وحدات دول بنفس الشكل كده بعد كده ركبنا او شبكنا الوحدة اربعة هنا بالشكل ده بعد كده شبكنا فيها الوحدة الخمسة والاخيرة بالشكل ده ومقصناش الخيط شايفة شايفة انا مشبكة هنا شايفة الصدفة دي مقصتش فيها الخيط لما قفلت فيها يبقى انا ابتديت من الصدفة دي قبل ما شبك على طول ابتديت باول صدفة وقفلت في اول صدفة هنا هنا لما شبكنا شبكنا من تاني صدفة عشان ما تطلق بطيش بعد كده يبقى احنا شبكنا من تاني صدفة طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه شايفة هنعمل ازاي هنتندية لجوه كده وهنتندية لجوه كده هو ده شكل الشاق الجاكت من عضة يبقى تانينا الخمسة الجوه والتالتة او الاولى لجوه بالشكل ده تاني نفت تاني اهو في البداية خالص احنا شبكنا تلات وحدات بعد كده شبكنا بابا بعد كده شبكنا الواحدة الخمسة بعد ما تخلص الواحدة الخمسة مش هتقص الخيط بتادي منزلكة بس وتسيب الخيط هقولك هنعمل ايه بعد كده بتتنيها القدام بشكل ده بتيجي هنا للعطرف ده بتتنيها هي كمان ده شكل الجاكت من عضة نقلبهم مع بعض بقى كده لما قلبنا الشغل مع بعض ده شكل الجاكت من الامام يبقى احنا تانينا الخمسة وتانينا اللي عطاها في الناحي التاني ده الشكل من قدام هنشوف دلوقتي بقى هنعمل الاكتاف بتاعت الجاكت وكمان هنقفله ازاي انا حبيتها اوى بيك احنا بنطبقه ازاي عشان ما تطلقبطيش وانت بتعمليه وشايفها الخت هنا الخت هنا زي ما قلتلك مش هنقصه في الصدفة اللي افلنا فيها بمنزلك بالشكلات ديت هتبقى قفلة الجاكت الاكتاف شايفها من الصدفة دي ومن الصدفة دي لكن دي هتبقى قفلة الجاكت بالشكل ده هنشوف دلوقتي هنعمل الاكتاف ازاي انا كده حطيت دبوس مؤقتا في القفلة بتاعت الجاكت دلوقتي هنعمل الاكتاف وانا في الصدفة دي والصدفة دي هنشوف دلوقتي هنشتغل الاكتاف ازاي المفروض نشتغل لحد الصدفة اللي فوق دي هنشبكها هنا والتانية هنشبك في الصدفة دي هنشوف دلوقتي مع بعض انا هنا لما جيت اقفل الدور بعمل منزلك بعد كده بابتفع واحد اثنين تلاتة سلسلة وده اول عمود في الكتف لفع الايباء من داخل الصدفة باخد صدفة اللي هي تلاتة عمود العمود الاول التاني التالت واحد اثنين تلاتة سلسلة في نفس المكان باخد تلاتة عمود كده اشتغلت صدفة داخل الصدفة لفع الايباء شايفها التلات عمدان بتوع الصدفة اللي تحت الاول لا التاني لا التالت باخد عمود بقت عندي بالشكل ده يبقى اشتغلت السلاسل كأنهم عمود فوق اول عمود تحت واخر عمود تحت عمود هنا وعمود هنا والصدفة في الوسط وهنبدأ نشتغلت بنفس النمط واحد اثنين تلاتة سلسلة وهلف الشور وهاشتغلت داخل الصدفة صدفة تلاتة عمود العمود الاول التاني التالت واحد اثنين تلاتة سلسلة من نفس المكان اثنين باشتغل تلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت لفها على الابرة شايفها العمود الاول لا التاني لا التالت والاخير باخد فوقي عمود وده كده الدوب التاني في الكتف اه بعد كده واحد اثنين تلاتة سلسلة وبلف الشور لفها على الابرة من داخل الصدفة باشتغل الصدفة العمود الاول التاني التالت التالت واحد اثنين تلاتة سلسلة من نفس المكان باخد تلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت لفها على الابرة عندي تلاتة عمود تحت بتوع الصدفة بفوت الاول التاني التالت والاخير باخد فيه عمود بالشكلاته وكده اشتغلت تلاتة دوار واحد اثنين تلاتة هشتغل عدد من الادوار في الكتف ونرجع تاني انا كده اشتغلت عشر ادوار واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اللي 11 ده اللي هشبك فيه يعني اشتغلت عشر ادوار واللي 11 ده اللي هنشبك فيه بالشكلاته هنشوف هنشبك ازاي انا اشتغلت تلاتة عمود باخد سلسلة المفروض اخد تلاتة باخد سلسلة واحدة شايفة الصدفة اللي تحت بتخل وباخد حشو بدأ بالسلسلة التاني بعد كده السلسلة التالتة لفها الابعة بابجع وباخد تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة لفها الابعة عندي هنا تلاتة عمود بفوت الاول التاني الاخير باخد فيه عمود بالشكلاته وهنا بقى هاخد سلسلة واقص الخيط كده شبكنا الكتف وطبعا مش هيبقى كده بس عشان ما تقوليش اده ده شبك على حاجة بسيطة لا لسه هنشتغل حوالي دلوقتي واحنا بنقفل بنفس الطريقة بقى هيجي هنا شايفها اللي احنا شبكناها بدل قفلة الجاكت استضافها اللي قبلها على طول ديت اللي هنعمل فيها الكتف التاني هنشوف دلوقتي بدايته وبعد كده انت هتشتغل لوحدك لحد ما تفلسي الكتف اول حاجة بجيب الخيط شايفها هنا على اول عمود للصدفة بدخل وبسحب الخيط باخد سلسلة تثبيت بعد كده باخد الخيتين مع بعض وبشتغل السلسلة الابت فرع واحد اتنين ثلاثة كده مش هيفك معايا الخيت بعد كده لفع الابت وعلى الفرع بتاع الصدفة هشتغل السلسلة اللي هي تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة تلاتة سلسلة تلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت لفع الابت عندي هنا تلاتة عمود بتاع الصدفة بفوت الاول التاني بابرحها التالت والاخير باشتغل عمود عمود بالشكل ده الحتة دي ممكن نقصها اللي هي تلاتة تلاتة سبتنا الخيت لما اشتغلنا عليه والخيت ده بابرة التنظيف هندريها اه ده اول دور في الكتف التاني تلاتة سلاسل وصدفة وعمود فوق اخر عمود تلاتة سلاسل وصدفة وعمود فوق اخر عمود لحد ما نوصل لعشر ادوار اللي حداشر هنشبك فيه زي ما احنا عملنا في الكتف الاول هنرجع بعد ما نشبك الكتف ونرجع عشان نشوف التعفيل بتاع الجاكت ازاي انا كده عملت الكتفين وكمان شبكتهم من فوق بالشكل ده اه دلوقتي بقى هنعمل الاطراب والاطراب ده هيشمل ايه شايفة كل الحواب بتاع الجاكت كلها حتى مكان الكوم حفدة الكوم هنعملها هي كمان هنشوف مع بعض ازاي هنشتجلها ومن تحت طبعا هنشوف دلوقتي هنشتجلها ازاي مع بعض بضيع الشغل كده لان هبدأ من من الضهر من فوق اه من هنا هنشوف دلوقتي شايفة من الضهر اه من على وش الشغل طبعا لان ده داخل الشغل من هنا من اي بقى عمود هنا ده كتف هنشوف دلوقتي هنقفلهم ازاي شايفة فاي عمود هتدخلي بالشكل ده وتسحبي الخيط وبايخد سلسلة للتثبيت بعد كده الاتنين مع بعض الخيطين وباشتجل اول سلسلة وتاني سلسلة وتالت سلسلة كده ارتفاع عمود باخد الخيطين مع بعض شايفة من داخل الفراغ هاشتجل عمود بس هخرج من حلقة فحلقتين 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 لفها الابة من داخل الفراغ تاني باخد عمود بخرج من حلقة لفها الابة بخرج من الحلقتين فحلقتين هذا اسمه عمود مترول هقص الخيط يبقى عمود فوق العمود ومن داخل الفراغ اثنين عمود هنالك 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 فحلقتين لفها الابة من داخل الفراغ اثنين عمود هنالك 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 هتآب 你 لفها الابة لفها الابة على اول عمود في الصفة باخد عمود لفها الابة لفها Os다는 لفها الابة 第二 لفتين على الابة هنا كان عندي حشو مسك الصدفة والصدفة بيدخل من وبزة الحشو بالشكل ده وباسحب الخيط بعد كده لف على الإبة بخرج من حلقة فحلقتين 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 كده أنا عملت عمود بلفتين متوضل لفتين على الإبة من نفس المكان بدخل باسحب الخيط بس أنبخرج من حلقة فحلقتين كده عملت العمود التاني يبقى اشتغلت الثلاثة عمود فوق ثلاثة عمود بتوع صدفة من وفزة الحشو اللي مسكى الكتف في الضهر اشتغلت منها تنين عمود بلفتين مطاول لفع الابة عندي الثلاثة عمود بتوع الصدفة اشتغل فوقهم ثلاثة عمود العمود الاول بخرج من حلقة فحلقتين فحلقتين لفع الابة العمود التاني لفع الابة بخرج من حلقة فحلقتين فحلقتين لفها الابا العمود التالت برضو نطور بخرج من حلقة فحلقتين فحلقتين كده اشتغلت الكتف شايفها بدأنا نقفله من النحية ده طبعا النحية ده هنقفلها وحنا بنعمل حبدة الابط شايفها بعد كده لفها الابا شايفها قفلة العمود ده اها اللي فيها الخيط اللي قصناه وحنا بنخلص الدور قفلة العمود ديت باخد فيها عمود مطاول لفها الابا بخرج من حلقتين حلقة فحلقتين فحلقتين لفها الابا الفراج بتاع العمود باخد منه وبشتغل على الخيط بتاع النهاية اللي احنا قصناه مشان اسبته بخرج من حلقة فحلقتين فحلقتين لفها الابا باخد العمود التاني بخرج من حلقة فحلقتين فحلقتين لفع الابة عندي قفلة العمود بشتغل فيها عمود لفع الابة بخرج من حلقة فحلقتين فحلقتين لفع الابة من داخل الفراغ باخد اثنين عمود العمود الاول والعمود الثاني بتقبني القفلة بتاعت العمود شافة بدخل وباسحب الخيط وبياخد عمود مطول الفرار بتاع العمود بدخل وبياخد اثنين عمود بخرج من حلقة فحلقتين فحلقتين لفع الابة باخد العمود الثاني بيقى بني هنا قفلة العمود بكرر تاني فقفلة العمود بياخد عمود من داخل الفراغ بياخد اثنين عمود العمود الاول العمود الثاني من فوق العمود بشتغل عمود من داخل الفراغ بياخد اثنين عمود العمود الاول العمود الثاني هشتغل بنفس النمط ده فوق فقفلة العمود بياخد عمود من داخل الفراغ بياخد اثنين عمود لحد ما اوصل شايفة للقفلة بتاعة الجاكت اللي هي الزاوية اللي بتقفل الجاكت اللي انا حط لها فيها دبوس لحد ما نخلص الجاكت اهو شايفة الزاوية دي وهنرجع تاني اشتغلت الاطار لحد ما وصلت للزاوية اللي هنقفل فيها الجاكت قفلت الجاكت شايفة اخير الفراغ قبل الزاوية او قبل الصدفة بتاعة قفلة الجاكت اشتغلت اثنين عمود لفها الابا عندي تلاتة عمود بتوع الصدفة اشتغلهم تلاتة عمود بخرج من حلقة في حلقتين في حلقتين لفها الابا لعمود التاني بخرج من حلقة في حلقتين في حلقتين لفها الابا لعمود التالت بخرج من حلقة في حلقتين في حلقتين كده الثلاثة عمود بتوع الصدفة بشيل العلامة أو الأفلة كده لفع الإبار من داخل الفراغ بتاع الصدفة بأخذ أول عمود لفع الإبار بأخذ من حلقة فحلقتين فحلقتين لفع الإبار بأخذ العمود التاني من نفس الفراغ بأخذ من حلقة فحلقتين فحلقتين لفع الإبار بأخذ العمود التالت لفع الإبار بأخذ من حلقة فحلقتين فحلقتين كده اشتغلت من الفراغ بتاع الصدفة ثلاثة عمود لفع الابرة عندي ثلاثة عمود بتاع الصدفة اشتغلهم ثلاثة عمود العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث يبقى الزاوية هي اللي هنشتغلها بالشكل هذا بعد كده طيب الشغل في الجنب عندي هنا الفراغ اللي هيقبني بعد الصدفة على طول اللفع الابرة من داخل الفراغ باخد اول عمود وتاني عمود فوق العمود باشتغل العمود هيقبني الفراغ اللي بعد كده باخد اثنين عمود العمود الاول العمود الثاني فوق العمود باشتغل العمود من داخل الفراغ باخد اثنين عمود العمود باشتغل عمود من داخل الفراغ باخد اثنين عمود العمود باشتغل عمود العمود باشتغل عمود لفع الابرة عندي اخر فراغ قبل الزاوية هشتغل اثنين عمود العمود الاول العمود الثاني لفع الابرة عندي هنا الزاوية بس اضافة بتاعت الزاوية هشتغل على اول عمود العمود والثاني والثالث من الفراغ بتاع الصدفة هاخد ثلاثة عمود العمود الاول والثاني والثالث العمود 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 الاول العمود التاني العمود التالت كده اشتغلت الزاوية بتاعت الجاكت من تحت اشتغلنا الزاوية بتاعت القفلة بتاعت الجاكت والزاوية اللي تحت بعد كده هنرجع بقى لشغلنا داخل الفراغ اثنين عمود فوق العمود عمود داخل الفراغ اثنين عمود فوق العمود عمود هنمشي بقى الاطار كله بتاع الجاكت بالشكل ده ونرجع نشوف حفدة القبط هنعمل الاطار بتاعها الزاوية انا كده اشتغلت الاطار بتاع الجاكت وجيت كمان في حفدة القبط من هنا اشتغلت دي هنشتغلها مع بعض دلوقتي حفدة القبط الناحية دي ديت اللي هنشتغلها مع بعض لكن كله كده خلص بقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنشوف دلوقتي هنعمل حفدة القبط الزاوية هاجي هنا فاي عمود من العمود ديت وهدخل بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد سلسلة بعد كده بجيب الختين مع بعض وباشتغل السلسلة الابتفاع واحد اتنين تلاتة كده اشتغلنا سلسلة الابتفاع وكمان ثبتنا الخيط ممكن نقص دي من داخل الفرار باخد اول عمود بخرج من حلقتين في حلقتين لف حلبة باخدتين عمود بخرج من حلقتين في حلقتين شايفة هنا استضافتين المسكين في بعض دول كل ما تقبلك استضافتين المسكين في بعض هنشتغلها بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي لف علبة وباخد فوق اول عمود 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 عادي بالشكل ده العمود التاني والتالت لفتين على الابة الحشو اللي مسك ما بين الصدفة والصدفة بدخل فيها بالشكل ده باسحب الخيط باخد من حلقة فحلقتين 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 لفتين على الابة في نفس المكان باخد عمود بلفتين مطاول باخد من حلقة فحلقتين 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 بالشكل ده لفع الابة عندي ثلاثة عمود للصدفة باشتغل فوقهم من ثلاثة عمود عادي باخد من حلقتين فحلقتين لفع الابة العمود التاني باخد من حلقتين فحلقتين لفع الابة باخد العمود التالت باخد من حلقتين فحلقتين يبع كل ما هنقابل الصدفتين اللي مسكين في بعض بحشو نشتجل فوقيهم بالشكل ده. بعد كده بقى هشتجل من داخل الفراغ اثنين عمود. العمود الاول. العمود الثاني. لفعل ابرا على عمود هشتجل عمود. من الفراغ اثنين عمود. العمود الاول. العمود الثاني. فوق العمود هشتجل عمود. من الفراغ اثنين عمود. العمود الاول. العمود الثاني. فوق العمود بشتجل عمود. من الفراغ اثنين عمود. الاول. الثاني. فوق العمود بشتجل عمود. من الفراغ اتنين عمود. الاول. التاني. فوق العمود باشتغل عمود. من الفراغ اتنين عمود. الاول. التاني. هنا قبلتني الصدفة. وكمان الخيط اللي انا قصيته في نهاية الشر. هاشتغل عليه. عندي الثلاثة عمود بتوع الصدفة. هاشتغلهم الثلاثة عمود. العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. وزي ما اتفقنا كل ما هنقابل الصدفة اللي شبكة في الصدفة بحشو. هنشتغل حقف الحشو اتنين عمود مطاول. بلفتين. لفتين على الابرة. ببروح على الحشو. بتخب بالشكل ده. وبسحب الخيط. بعد كده بخلق من حلقة. فحلقتين. 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 لفتين على الابرة. من نفس المكان. بسحب الخيط. بخلق من حلقة. فحلقتين. 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 لفة واحدة على الابرة. عندي هنا تلاتة عمود بتوع الصدفة. هشتغلهم. تلاتة عمود. العمود الاول. العمود. التاني. والعمود التالت. بالشكل ده. هنكمل بقى. في الفرار اتنين عمود. فوق العمود. عمود. في الفرار اتنين عمود. فوق العمود. عمود. لحد ما اوصل. للكتفة هنا. هنشتغلوا. تلاتة عمود بتوع الصدفة. الحشو هاخد فيها اتنين عمود. بلفتين متارل. التلاتة عمود بتوع الصدفة. تلاتة عمود. في الفرار اتنين عمود. فقفلت العمود عمود. في الفرار اتنين عمود. وهنمشي بقى بنفس النمط لنهاية الفتحة بتاعت الابرة. وهناخد سلسلة ونقص الخيط. ونرجع نشوف الشكل النهائي للجاكت ايه. انا كده عملت القطاع بتاع حفدة القبط. وقصيت الخيط. وده الشكل النهائي للجاكت. هيتقفل من هنا. يبقى مفتوح بالشكل ده. من مقاز بتاع الجاكت. من هنا. لهنا. خمسين سنتي. يبقى مقاز اكس لابج العبد بتاع الجاكت هيبقى خمسين سنتي. مقاز لابج هيبقى خمسة وابعين سنتي. ميديم اربعين سنتي. مقاز اكس اكس لابج هيبقى خمسة وخمسين سنتي. دي المقاسات بتاع الجاكت. الجاكت ده اخد مية وعشوين جبان من جاكت حلو قوي وكمان سهل جدا في التنفيذ ما خدش وقت خالص وما خدش خيط مقاس العلاج هياخد منك 100 جرام خيط مقاس ميديم هياخد منك 80 جرام من الخيط يعني ما بين المقاس والتاني هتستهلكي 20 جرام زيادة وكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهر ده اتمنى الشرح كان واضح والجاكت عجبك لو عجبك ياريت تدعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا تشتركوا في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة